حدثنا عبد الصمد وعفان قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن حنظرة الكاتب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على الصلوات الخمس ركوعهن وسجودهن ووضوئهن ومواقيتهن وعلم أنهن حق من عند الله دخل الجنة أو قال وجبت له الجنة حدثنا محمد بن جعفر حدثنا سعيد عن قتادة عن حنظرة الأسيدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئها ومواقيتها وركوعها وسجودها يراها حقا لله عليه حرم على النار